حكاية التجويد علم النافع حكاية التجويد خير جامع حكاية التجويد خير جامع حكاية التجويد علم النافع تبسط التجويد للأطفال حتى الكبار انظروا واستمتعوا نعم إني أعرف أن حروف الصفير إذا سكنت أو كانت مشددة يزداد صفيرها يكون ما قبلهما مفتوحة لذلك هما يضعان قبعة ذات مظلة مفتوحة وعندما أنطقوا الواو والياء أنطقهما بلين ورفق من غير كلفة لذلك هما يدوران في الميدان بهدوء واحترام انظر الآن إلى مجموعة فرسان حرفي لانحراف اللام والراع وتأمل كيف ينحرفان بقراعة وإقدام حقا إنهما مذهلان وهل تعرف لماذا سميا حرفي لانحراف سميا حرفي لانحراف لانحراف كل من اللام والراء عن مخرجه ليتصل بمخرج حرف غيره ولذلك هما يسيران في الميدان بانحراف جانبي بارع أصبت يا بني وهل تعرف مثالا عن حرفي لانحراف أجل مثل الله الرحمن وللصفات عدة سبعة عشر عشر لها ضد وسبع للصور والانحراف عند نطق ينحرف عن مخرج لغيره كما عرف حرفاه لام ثم راء علما فاحفظهما وحرفهما مسلما وللصفات عدة سبعة عشر عشر لها ضد وسبع للصور انظر إلى هذا الفارس الفذ إنه حرف التكرير الراء كيف يدور في الميدان دورات متكررة وسريعة ثم يقف فجأة آه أجل وكأنه يجذب أبصار الجميع إلى قدرته على التكرار إذن أجبني هل تعرف لماذا سمي حرف التكرير؟ أجل سمي الراء حرف التكرير لتكراره في المخرج وماذا يتطلب تكرير حرف الراء؟ إن تكرير حرف الراء يتطلب أن اجتنب التكرير في نطقه من مخرجه ولكي يكون نطق حرف الراء صحيحا ومجودا يجب أن لا يدور بسرعة دورات متكررة وإنما علي أن أقف على حرف الراء دون تكرير لذلك كان حرف الراء يدور في الميدان دورات متكررة وسريعة ثم يقف فجأة أحسنت أحسنت أيها الذكي هل أمثلت لي بدقة صفة حرف التكرير الراء؟ نعم بكل سرور عندما ألفظ الرحمن يجب أن أتجنب التكرير الرحمن فلا أقول الرحمن وللصفات عدة سبعة عشر عشر لها ضد وسبع للصور تكريرنا للراء وصف يوجب تجنب التكرير حيث يغلب وللصفات عدة سبعة عشر عشر لها ضد وسبع للصور انظر إلى هذا الفارس البطل حرف التفشي الشين كيف ينشر يديه الطويلتين مفتخرة نعم إنه سعيد بانتشار يديه وتفشيه في الميدان وهل تعرف لماذا سمي حرف التفشي؟ أجل لانتشاره وتفشيه في المخرج عند النطق به لذلك حرف التفشي الشين يتفشى وينشر يديه الطويلتين مفتخرة أصبت؟ وهل تعرف مثالا عن حرف التفشي الشين؟ نعم مثل كلمة الشمس أحسنت أحسنت يا ذكوان وللصفات عدة سبعة عشر عشر لها ضد وسبع للصور تفشي حرف شين ينشر تفشيا كالشمس نورا تنشر وللصفات عدة سبعة عشر عشر لها ضد وسبع للصور الآن انظر إلى آخر فارس